بالمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من الجزائر حسان إبراهيمي الخبير القانوني ورحب بك معنا سيد إبراهيمي الحقيقة أنه بالنظر إلى التشريعات وتشديد العقوبات السؤال الذي يطرح هل إذن نحن نتحدث عن حرائق في جزء منها مفتعلة وما الداعي لمثل هذا الأمر وفي رأيك أيضا هل تعتقد أن تشديد العقوبات يمكن أن يوقف التورط في هذه الحرائق أولا يجد الإشارة إلى أن الجزائر دولة ذات جغرافيا شاسعة حتى أنها تشبه بأنها الدولة القارة ولكن هذه المساحة الشاسعة حوالي 20% منها فقط بها غطاء غابي وغطاء نباتي أي ما يبرز أن الغابات أهمية حيوية جدا بالنسبة للدولة الجزائرية لهذا أن أي إتلاف لهذا الغابي فهو يشكل خطر واشيك وجسيم على المناطق المتاخمة للصحراء لأن كما تعلمون كل شجرة تقطع أو كل غابة تمحى فهي معناه إذن بأن هذه المنطقة ستغزوها الرمال الصحراوية في أي وقت كان لهذا بلادنا سعت منذ السبعينات إلى إنشاء مشاريع ضخمة عن طريق مثلا ما يعرف بالسد الأخضر الذي يعني إنشاء غابات على طول الحدود المناطق الأطلسية مع الحدود مع الصحراء ولكن مع الوقت هذا المشروع منذ السبعينات لم يرى النجاح الكبير إلى أن جاء أيضا العوامل الأخيرة التي ظهرت خاصة في هذه السنوات الأخيرة بالتزامن مع ظاهرة الجفاف وهي هناك من يريد أن يستفيد عن قصد بنية سيئة أو بنية حسنة من أخشاب هذه الغابات فيلجأون إلى حراقها عمدا مما تسبب في كوارث كبيرة لا تحمد عقباها كما قلتم وأسلفتم في تقريركم أنه أسفرت عن عشرات الوفيات مثل ما حدث صيف عام 2021 كما يعلم الجميع الجزائر فقطت الكثير من الشهداء جراء حراق الغابات التي امتدت حتى إلى القرى المجاورة وحصدت الأرواح لهذا أنه يأتي ضرورة وضع إطار قانوني رادع يمنع كل من تسوي له نفسه المساس بهذه الغابات لأنه كما أسلفت في المقدمة أنه لا يمكن اعتبار حرق الغابة هو مجرد فعل بيئي معزون متعلق بالشجرة فقط أو بالغابة فقط وإنما أصبح في بلادنا الآن مسألة حيوية تمثل مسألة حياة أو موت لهذا جاء المشروع الأخير لتعديل قانون الغابات وحماية الثروة الغابية جاء بعقوبات مشددة تبتدئ من 15 سنة سجن إلى المؤبد وهي نفس العقوبات التي تملح التي تعاقب بها من قتل هل تقدر أن تشديد العقوبة لحده يكفي؟ يعني في المقابل لابد من التساؤل هل تقوم إدارات الحكومية بما يكفي من الجهود من ناحية التقنية في الفصل ما بين المساحات الغابية وفي توفير البيئة المناسبة لمن يريد التخيم لأن البلاد مثلا تمنع التخيم وتمنع الشواء حتى أن الناس لا يستطعون الخروج وربما من اعتاد الاستمتاع بالمناخ الغابي البارد شيئا ما في الصيف يعني يجد نفسه محرما منه ألا يفترض أن توفر الهيئات الحكومية والمؤسسات التابعة للدولة الظروف المناسبة فضلا عن الإجراءات التقنية في حماية الغابة قبل الذهاب إلى النص القانوني فحسب يعني للتوضيح فقط أن قانون الغابات وحماية الثروة الغابية المقترحة المقدم حاليا كمشروع أمام البرلمان هو قانون متكامل لا يوجد فيه إلا للأحكام الجزائية المتعلقة بالعقوبات فقط وإنما فيه أحكام تقنية كثيرة تنظم كل العمليات التي تتم داخل الغابات وتجعلها في إطار وخص هل تلزم المؤسسات الحكومية وتلزم الوزارة المختصة بالقيام بكل الإجراءات يلازم قبل الذهاب إلى المنطقة العقوبية تجاه المواطن نعم لأنه مثلا في حالة وجود هناك المناطق الرعوية التي يستغلها الفلاحين مثلا لراعي ماشيتهم هنا يجب عليهم قبل ذلك استصدار رخصة بذلك من أجل أولا تأمين حق الرعي لهم وفي نفس الوقت حماية الأشجار من الاندثار أيضا هناك رخص للتخييم هناك رخص لتنظيم الحفلات الخاصة مثل حفلات شواء أو حفلات سياحية وإلى غير ذلك لم يبقى الفضاء الغابي مجرد فضاء مفتوح أو غير مهيكل أو غير منظم حتى يعبث فيه العابثون ويمكن أن يتسبب في اندثاره لهذا جاء حتى القانون أنه جاء بأمور إيجابية وهي أنه يتم كل عشر سنوات قيام بعملية إحصاء تقنية عن طريق طائرات الدرون لكل الثروة الغابية وحسابها بطريقة رقمية حديثة من أجل حماية كل الأشجار بطريقة علمية لأنه لأسف شديد بلادنا عرفت في السنوات الأخيرة تاريخي كبير فيما يخص إدارات حماية الغابات الآن جاء هذا القانون ليعيد هيكلتها من جديد ويمنحها الضور الذي كانت تلعبه في السبعينات وفي الثمانينات عندما كان أعوان الغابات لديهم كل صلاحيات لحماية الغابة والتدخل لمنح الرخص وفي نفس الوقت لردع المخالفين لهذا أن هذا القانون جاء متوازن في بنوده بين التنظيم والتقنين وفي نفس الوقت الردع والأحكام الجزائية لكل من يخالف هذه الأحكام وهي أمور تشجعها حتى منظمات حماية البيئة الوطنية وحتى الدولية لأن الثروة الغابية والأجار فيما أشرت إليه من ناحية استصدار الترخيص للرعي والترخيص هذا كله يبقى المواطن هو الذي يجب أن يتواجه إلى الإدارة ليطلب منه هذه الأمور في حين هناك مقاربة ولا يخفى عليك أن جزءا من الجزائرين يتحدث عنه وهو ضرورة أن تبادر الحكومة بتجهيز الفضاء قبل أن تطلب من المواطن نفسه أن يذهب ويطالب بالترخيص وما إلى ذلك بمعنى أن لا يبقى العبء على المواطن مهددا بالقانون مهددا برفض منحه الترخيص أو يضطر البعض إلى مخالفة القانون لا هو التقنين يخدم المواطن أولا قبل كل شيء لأن القانون فوق الجميع وكل ما هو مقنن فهو منظم وبالتالي كل ما هو منظم هو سهل للمعاش لأنه لا يمكن أن يعيش المواطن في فوضى وأن يكون كل من تسول له نفسه مثلا الاعتداء قطع هذه الأشجار والبناء فوقها كل من تسول له نفسه رمي النفايات والنفايات الصلبة فوق الأشجار وكل من تسول له نفسه القيام بحرق الأشجار اقتلاعها وحرقها وبيعها كفحم في المناسبات مثل أعيد الأضحى وغير ذلك لا يمكن أن يطبق هذه الفوضى حتى منظمات حماية البيئة دائما كانت تنادي بصوت عالي يجب حماية الغابة وهذا ما حدثها مؤخرا كل شكر لك حسن إبراهيمي الخبير القانوني كنت تسول له نهاية نهاية